ناس كتير بتسأل عن مواصفات الرام قبل مواصفات المعالج هل الكلام ده صحيح؟ حلقة جديدة من كليك شمال الرام هي نوع من الذواكر سبحان الله ذاكرة الوصول العشوائية أو ال Random Access Memory هي ببساطة عبارة عن مغزن مؤقت للبيانات أو أكواد البرامج بيستخدموا انظومة تشغيل علشان يحمل عليها البرامج اللي شغالها عشان المعالج يقدر ينفذها وبتقوم بدور الوسيط بين المعالج والذواكر المساعدة حاجة كده زي صبي القهوة شغلاً توبسيطة لكنه سريع وحلقة وصل بين أصحاب القهوة والزباين وزي ما قلنا في الحلقة اللي فاتت إنها ذاكرة أساسية مؤقتة أو متطائرة بمجرد إعادة تشغيل الجهاز محتويتها كلها بتتمسح صبي القهوة هيخدمك وقت ما تكون قاعد في وقتها لكن لما تقوم وترجع تاني هيفتح حساب جديد عشان كده من يقدرش نعتمد عليها في التخزين زي الهارد ديسك والذواكر المساعدة اسمها ذاكرة الوصول العشوائي لأنها من أنواع الذواكر اللي سرعة الكتاب عليها زي سرعة القراءة بشكل لا يعتمد على مكان تواجد البيانات في الذاكرة يعني لو عايز توصل لأي عنوان أو بيانات فيها بشكل منظم أو عشوائي فهو هو نفس الزمن تؤل لها على عنوان وهي تجيب لك البيانات دي على طول في زمن ثابت على حسب سرعة الرام بتاعتك بخلاف أنواع الذواكر التانية واللي سرعة الكتابة ممكن تختلف عن القراءة وزمن الوصول للبيانات بيختلف على حسب دي موجودة في الأول ولا في الآخر ولا في أي مكان في النص لو هوصل للمعلومة على الهارد اسك بشكل طبيعي هوصل بسرعة لكن لو هختار مكان عشوائي هاخد وقت أكتر بكتير لأن في مكونات ميكانيكية بتلفه وبتاخد وقتها فعشان هوصل لعنوان محدد هياخد وقت مختلف عن عنوان تاني بخلاف الرام اللي فيها زمن الوصول لأي عنوان ثابت مهما كان المكان الرام لها مقيس مهمة أشهرهم السرعة والساعة الساعة أو زي الدارك في السوق الحجم أو بعض الأحيان المساح يعني الرام بتاخد كم قد ايه من المعلومات طبعا دي بتتقاس بالجيجا بايت والسرعة أو التردد بتقدر توصل للمعلومة دي في وقت قد ايه للتبسيط مواصفات الرام بيبقى مكتوب عليها السرعة بواحدة الميجا هيرتز مثال سريع هنا شايفين حجم الرامة تمانية جيجا بايت وسرعتها مكتوب الف وستمائة ميجا هيرتز فالحقيقة هم تمنمية بس بس عشان طريقين بقت الف وستمائة اقول لكم حاجة تفاصيل المواصفات في حلقة الوحدة زي ما قلنا ان الرام بيتحمل عليها البرامج اللي انا مشغلها دلوقتي بالاضافة لملفات نظام التشغيل زي الويندوز مثلا معنى كده ان كلما الرام ساعتها بقت اكبر كلما اقدر اشغل برامج اكتر من غير ما الكمبيوتر يبقى بطيء او يهنج طبعا ده في حالة ان كفاءة المعالج بتسمح بمعالجة البرامج دي مع بعض اصلا نقطة مهمة جدا وهي ان فيه اجزاء تانية في الجهاز لها رام بخلاف الرام الاساسية زي كارت الشاشة كمثال كارت الشاشة الساعة اللي بتدقال علي دي اما ساعة الرام المدمجة فيه اما ساعة الرام اللي بيتسنكح وياخدها من جهازك كارت الشاشة هنشرحه الحلقة اللي جاية كختام ذاكرة الوصول العشوائية هي عنصر كل شغلته انه يساعد المعالج او باقي العناصر الاساسية فما ينفعش ابدا انه يكون محور تركيزك وانت بتشتري جهاز او انك تسأل على مواصفاتها قبل ما تسأل عن المعالج ومعالج الرسوميات والموديل مثلا وكمان هي واحدة من اسهل القطعة اللي ممكن تغيرها بعد كده بدون ما تسبب لك مشاكل وما تبقاش عامل زي اللي بيشتري عربية بيسأل فيها الاول عن الكوتشات وهي مفهاش محرك والله السلام عليكم